في هذا المخيم للاجئين في وسط العاصمة الفرنسية باريس يعيش إبراهيمة مذو اسبوعين مخيم يضم أكثر من مئة لاجئ قاصر تقطعت بهم السبل مذوصولهم إلى الأراضي الفرنسية إبراهيمة يبلغ من العمر 17 عاما وصل إلى فرنسا من موطنه كود ديفوار قبل عامين ومنذ ذلك التاريخ وهو يسكن في الشوارع التوتر يتراكم والتعب أيضا وكذلك الخوف لا يوجد أن لا يوجد عليها ما يوجد تحديث نفس الشعور وفرنسية في التعبير يتركوا في العراق في التضاري على البعض والمساعدة لا يمكنهم أن يدفعون لحسن المساعدة المساعدة المؤسسات الحقوقية تؤكد أنهم توجهوا إلى البلديات وإلى عدد من الوزارات الحكومية وطلبوا منهم إيجاد حل لمشكلة هؤلاء اللاجئين القصر الذين يبلغ عددهم في المنطقة الباريسية فقط حوال 350 طفل ولغاية الآن لم يتلقوا أي رد من السلوط